انا قلت انتو بتاكلوا الاكل ولا ايه لا لا حبيبي لا ايه دي طعمية دي ولا ايه الله طعمية وفول الله سامح بيموت في الطعمية على فكرة الله طبعا لا واعلم بطاطس كتير انت قلت لهم ايه سامح بيموت في الطعمية انت بتدبسيني تتحكوا على ايه لا يا حبيبتي لا في حاجة اصلا هي بتقول سامح بيموت في الطعمية بجاب اه طب الحمد الله تكلبت نفسك كده يا شان لا والله والله لا والله لا 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 ومش هنتعبلك ونتعبل مي يعني احيان لو مش هنتعبل الغليل نتعبل مي يا حبيبتي ربنا اخليك دي انا عايز اقولك بقالي ثلاث ايام قاعدة جاهز لكم في الاكل ده كده ثلاث ايام اه وبعدين انت كل يوم بقى منكم نحمى وفراغ زهقنا صح قلنا نغير صح والتغييره على جيه على وشينا ما نحصل انت ماشا ماشا احنا استطعنا نغير أنت بزقتم؟ . أنا سأخذ نقوم بالطغول أنا أيضًا . قلنا هنجي نغير . فنقنا إنكم إِنتم مغيّات . دخش أنت تغيروا غرجوا وخشوا داخلها غير تحب يعملك إيه بقى يا وسامو . أنا أشرب أنا أشرب من الأول أن أنا أشرب ميّ أبل الأكل . هذه مش مية يا حبت تعالوا كلوا جماعهم . أنا أسدأهم . سأجب لك مية أستعال أنت تؤمري . أنا عندي كم وسام . وكم سامح ولو مش هتعبلكو هتعبلي مين انا طيب لا انا عايز اقولك حاجة لو مش هيتقتم وستي وافضل رحة جاي عشانكو يتقتم وستي عشان ميني تسلم لو مش هيتهاف ديحاني واتعرف لا والله تسلم ايدي عشان عايز مية انت كمان لا يا هترميها في وشتي خلاص لا عايز اقولك حاجة بالنسبة المية ايه كنا في حفلة وانا نادرا ما بروح الحفلات يعني فجايبين اكلوا بتاعوا انا كنت في الفترة دي عامل مية دايت اه اللي بيزعلن الكلام اللي بيزعلن انت عادي باكل برحتك عادي مفيش مشكلة فقلت له عايز بس ايه حاجة ساقة اه صودة اي حاجة صودة يعني اه جابلك حاجة فجابلي حاجة زي دي كده ماشي طعمها غريب جدا انا قلت الحفلة دي فيها حاجات اه واحنا مش بتوع حاجات اه بس شربت ايه بق ايه ده بعدين واحد صاحبي معايا فقلت له الشاب دي انا حاسس ان فيها مش صاحبك عارب لا واحد زي حالاتي فقل لي ايه ده سامح انت طالب خمرة ولا ايه وقلت له لا والله انا قلت له صودة بس يعني وبتديت الدنيا ايه تلف تلف بيا اكتشفت ايه في الاخر ايه بقى ان صودة ميت صودة طب قلولنا بقى مرة عملت اكلها وحرقتها في البداية كده اه اوه ده في الاول كنت صدبت جدا مرضيش تحرجها في الاول كنا عايشين اهام دي مقارونا اه اه عجيلة ان دي رز بالاهام شهور يا شوشو نفسي افهم المقارونا ايه اللي غلط فيها واكلم كل الناس وامشي بالضبط يعني الخطوات بالظبط ما عرفش ليه عاملة كده ممكن النوع بتاع المقارونا اقول له اه يا حبيبتي النوع هو الوحش ايوه اه 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 المشكلة مش فيها المشكلة في النوع الميا اكيد من حمل الوحش الميا وحشة عايز ميا معدنية حاعد بس يا رز يا وحش ما تزعلش وتسع لكن بالثقة اه اوعى اي حد يجوز حد ويقعد يجبسوا ان لا الاكل وحش اه شكلك مش عارف ايه لا لا بالثقة اديها الثقة اديها الثقة اديها الثقة انا اديها الثقة وانا مش قادر اكله اه يعني انتكبت الحك عليها لا الاكل يعني تسلم ايدك بس المقارونا مش الصلص تقريبا مش متسبكة يعني في حاجة غلط انا عمري قلتلك على اكل وحش وكان كل وحش وكانت بقبائن على وشه يعني يعني ايه او اعطيك لصوابها خلاص حاكل والله كله 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 ايوة اللي حب يبقى ملايك يبقى عها بتفكروني بمشهد بتاع جورج السيدو بجنة اللي هو يقعد المسرحية عشان تسمع ايوة جورج السيدو وتجمل قل يا ماجي طب قل لي يا وسام ايه اكبر عيب لو كان موجود في سامح كنت ممكن ما تستحملهوش خالف بصي اقول لك يعني في حاجات كتير قوي يعني كان بالنسبالي يعني مستحيلة اول حاجة انها يكون رأيه ما بيعجبنيش انا ما زي ماجي لا والبخل لما انتو قالتلك اه 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 كان في اشيعة كده طالع على سامح انه بخيل يعني في ناس قالوا لي ده شكل بخيل ده شكل بخيل مصرف يا عشي فلازم تغني أغنية لو سيدة تهجيها لها أمي ماجد جونة أمي ماجد جونة يا شايماء أنا ما بعرفش لا بتعرف والله ما بعرف بس ثانية واحدة ثانية واحدة أنا مش غني لأن لو أنا غني فخليه ما يغنيش لا خلاص مش لازم ماشي ماليش أي علاهم بذلك أمي ماشي المسؤولية أغنيتك وأغنيتها بس ما انت بشيح نطلعنا مع بعضين ماليش لو عايز تغني الأغنية دي غنيه لو عايز تغني الأغنية دي غنيه لا أنا غني إيه بس انتو ساعدوني لأن أنا أول اتطلع بعد كده ماخد مطب على طول أو قالات موسيقية ماشي أعلم بي كان بحلم بي ترارة أخوائي مستني ترارة أخوائي مستني اخوائي مستني اخوائي مستني اتطلع بقى موسيقية كفاية على الكفاية علي طيب مادام انت يعني حسيت نفسك مش في الغنى قد كده هتديك فرصة اخرى ماشي هتقول لها كلام حم لو سام بس بطريقة رمزي كأنك لسه بقى ايه بتتعرف عليها ماشي بطريقة رمزي وسام حبيب انا مكتشف ان انا بحبك من زمان لسه دلوقتي هو ده رمزي يجو ولسه القعدة الحلوه هتكمل ولسه يفضل منورنا النجم الجامد جدا سام حسن ومراطه الامر العسر وسى هنروح لي فاصل صغير liftingه سرعه استنونى ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا ومنورنا قطيب اتنين زجين في الوسط الفني النجم الجامد الكوميدي العسن سامح حسين وحرمه نفسك شوية كده عشان انت كده هيبن ان فيش ايض في عشان فاول انت انت يا عيني خلاص انت هو مش بين تحس ان هو المنديل اللي في جاكتك طب يلا نلعب نلعب عبة التوافق وفق. اوكي? هتخدي السبورة الحلوة دي. ومعكي قلمك واستكتك. وانت كمان يا سامي. ماشي? هسألك سؤال. وتكتبي الاجابة على طول من غرمة قولها. وانت كمان تكتبي نفس الاجابة. ونشوف اجاباتكم زي بعض ولا لا. اللعبة من عشرة. يعني عشرة اسئلة هنشوف هتجوب فيهم كم سؤال. ماشي? السؤال الاول. قل لي يا سامي. وسامي تغدت ايه امبارح. اكتب. امبارح? ام. بسم الله. بسم الله. المهم ان انا متغدى معها. ايوه. يا كتبت. انت كتبت. اه. 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 ماشي. نلف كده. الله. 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 والنقطة الاولى لشربة القضاء. بس يا حافظي ما كلتوش غير كده. اه. 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 اتخيالي. احنا بنعمل ضايت اصلا. ما انتو احنا بيعني مستعدين للعزومة بتاعيكم. اتريكم. فجبتلنا فول وطعمان يعني. جيتوا على الفوزي. طيب السؤال له سامي. اسم جدة سامي؟ انا أنا فاكراً من ناحية الأم صح؟ يلا يعني بص الإسم عمل إزاي؟ واحد اثنين ثلاثة نشوف آه آه ما شاء الله ؟ لكن أنا إسمعكم الضى يحدثك بأس؟ قال لي سامي لا ما هي الحشرة الي مؤمنة هي سامي الحشرة الي مؤمنى هي سامي شكراً نحن juroً yılغان مؤمنة وتر hshara نحن من خلال يلا انت كتبت درش اللي اعتبرنا هي حشرة انت كتبت هنشوف يلا واحد اثنين ثلاثة نلف نشوف ده مش حشرة انا حاولت هو يلا اعتبر انه حشرة هي كتبت السلصار وهو كتب البورس بوسي هو احنا علشان انا و هي واحد فانا بخاف من البورس يا ودي عم ايش يا ودي عم ايش يا ودي عم ايش وانا هتجد بوع نوص عشان ان عم يا ودي عم ايش يا ودي عم ايش وثمانية من عشرة وثياء بنتو علي والله الناس دي عسل احنا نجلهم كلهم ده مرحالي اعم ما عمش كده اعمل مدرسة طيب سؤالي لو سياء ايه اللون اللي لا يمكن سامح يلبسه لا يمكن يلبسه لا يمكن يحبوش لا اوه اللي لا يحبوش حاجة طيب بص اقولك حاجة عشان ناخد النقطة اللي لا يحبنيش انا لبسه اه اه حشان اللون اللون اللي لا يحبوش هه اللي لا يبسه عادي هوا يعني ليه ناس عادي دوره يلبس اللون زراد مبس لا مان امش بكلم عن الحياة اه اه سهلا دي انا اوه اوه واحد اتنين تلاتة انشوف اللي هاي حسم الموكب اه اكتر اغنية وسان بتحبها اكتبها يعني